بطولينك بتحضر حاجة للمتحف الكبير طيب موضوع المتحف مصر الكبير معاك أيام المبادرة سنة 2018 أنا كنت عامل أغاني للمبادرة أغنية اسمها مفيش مستحيل باسم المبادرة ودي أنا عرضتها فيما يعني قريب على بنك مصر بسي ما حصلش نصيب لأنك كان الوقت تأخر وفيه أغنية اسمها مصر تقدر من سنة 2018 أنا عاملها للمتحف مخصوص للمتحف طبعا حصلت أجلات كتير بسبب كورونا وفيه لسه كان بيتجهز فقلت أشارك بيها في مسابقة أنا المصري في مسابقة بتتعامل في الأبرة تحت رعاية وزارة الثقافة ودكتور خالد جلال هو اللي بيرقصها يعني بينظم فالحمد لله قدمت واخدت المركز الثاني في المسابقة طبعا أنت التخير بدكتور خالد جلال يعني إن شاء الله تعدي يعني أنا بتمنى يعني أنا حاولت دي مش آخر حاجة نسمحها بس بما إنها معمولة بمناسبة المتحف المصري كبير وإنت تعبان عليها باستغل قبل ما أقول جزء منها إن أنا بوجه رسالة لرئاسة الجمهورية للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيدعم كل الشباب لسه يعني لما بيوصلوا أي حالة من أي شاب موظوب بتوصلوا صحيح وبنأكد على بتوصلوا لازم بيدعمها طبعا أنا حاولت بكل الطرق وتواصلت مع ناس كتير مسؤولة في الموضوع دوت على إني يعني نفسي أكون من الناس اللي بت في افتتاح المتحف المصري وبعت سالتك عملي ووصلت كده مسؤولة بمهجنا طبعا إن شاء الله سالتك الرئيسي يعتم بني